السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا العزاء طلاب اصطاف الثالث الثانوي. فقدنا لكم في حلقة جديدة من حلقات كيمياء جبيريوم. هنشرح النهاردة مخططات تفاعلات الحديد. يعني احنا كده هنتكلم النهاردة على مخططات تفاعلات الحديد واكاسيد. قبل ما اتكلم على اكاسيد الحديد. لازم نتكلم على الحديد الاول. عندنا ادى الحديدة. الاف اي او. ازاي بنحصل على الاف اي او. بنحصل على الاف اي او. من اسهل طريق لي. وهو الهيمة طيب. الاف اي او. وبحصل عليه. مرتين. او بمعادلتين مختلفتين. معادلة مع السي او. وده بيكون في فورن عالي اعلى من سبعمية. ومعادلة مع السي او. والاتش تو اللي هو الغاز المائي وده بيكون فورن مادريكس. عن درجة حرارة اعلى من سبعمية. والمعادلتين بيكونوا الاثنين اختزال. طيب واحنا بنجيب الهيمة طايت ده منين? ممكن نجيب الهيمة طايت ده من الليمونيت. اللي هو عن طريق التحميص. اللي هو فاصل الماء او التطاير. وممكن نجيبه من السيد رايت اللي هو الاف اي. سي او سي. يبقى حضرتك دلوقتي عرفت طرق الحصول على الحديد. يجيبه من خامات بتاعك. من الليمونيت. اللي بتحول الى هيمة طايت. او من السيد رايت اللي بتحول الى هيمة طايت. والخطوطين بيكونوا مع بعض. تحميص ثم اختزال. يبقى الخطوة الاولى تحميص. والخطوة التانية بتكون اختزال. طيب كده انا حصلت على الحديد. عاوز اعمل بقى تفاعلات الحديد. تفاعلات الحديد سهلة جدا. حضرتك بتبدأ ترتب افكارك. وتشوفها تفاعل الحديد مع ايه. وتشوف النواتيك بتاعتك ايه. اول حاجة لو احنا اكسدنا فاعلنا مع الاكسجين. هيغطلنا ايه في ايه سري او فور. لو انت فاعلت مع الاتشي تو او. هيغطلنا برضو الاف اي سري او فور. والاتشي تو. يبقى دلوقتي حضرتك. ممكن تبدأ بليمونيت. تحوله الى هيمة طايت. التحوله الحديد. تحوله الى اكسيد حديد مغناطيسة. طيب خطوات بقى تحويل اكسيد الحديد المائي الى اكسيد حديد مغناطيسة. لو انت بدأت من اكسيد الحديد المائي. وعاوز تحصل على اكسيد حديد مغناطيسة. هتعمل ايه؟ قلنا تحميص. اختزال. بعد كده تعمل عملية ايه اختزاء اكسدة للحديد النتج عندك ويتحوله الى اكسيد حديد نغنطس طيب بعد كده لو انت فعلت معك كابريت هيعطي لك ف اي اس واحد يسألني يقول ليه نتكون كابريتيت حديد سنائي هو كابريت عامل مختزل هقول لك لا عامل مؤكسد ولكن ضعيف اقل في الاكسدة من السي ال تو لان الف اي سي ال او الف اي لما تفعل مع السي ال تو وطلنا اف اي سي ال او وعللناها وقلنا لان الكلور عامل مؤكسد قوت طيب الحديد لو فعلنا مع الاتش اي ال سواء مخفف او مركز هيعطي لنا اف اي سي ال تو زائد اتش تو عشان الهيدروجين الناتج بيبقى عامل مختزل لو فعلت مع الاتش تو اس او فور مخفف هيبقى الناتج بتاعنا اف اي اس او فور زائد اتش تو لو فعلت بقى مع اتش تو اس او فور مركزة هيعطي لنا اربع نواتج الاربع نواتج بتاعتنا كابريتات حديد سنائية وكابريتات حديد سلسية وثاني اوكسيد كابريت ومية طيب لو احنا فعلنا بقى مع حمض الناتج المركز اتش اين او سري مركز هيكون الناتج بتاعنا يا مستر الناتج بتاعنا هيبقى حاجة اسمها خمول كيميائي طب الخمول ده عبارة عن عدم تفاعل هقول لك لا تفاعل ثم توقف تفاعل قدى الى التوكت كون طبقة من الاوكسيد على سطح الحديد ثم توقف نظرا لتكون هذه التوكت دا كده كان مخطط الايه الحديد طيب عاوزين نعمل باقي المخططات والمخطط الاهم بالنسبة لي اللي احنا نقوله دلوقت ده تعتبر مخطط مهم جدا اللي هو مين اللي هو الاف اين تو اسرين مخطط اوكسيد الحديد السلاسي اوكسيد الحديد السلاسي احنا جبناه منين يا مستر والله احنا جبناه باكتر من معادلة واكتر من طريقة فحضرتك تخلي بالك من المعادلات بتاعتنا والطرق اللي احنا هنقولها حضرتك تركز اوي في الحاجات اللي احنا نقولها احنا عندنا هنا كده ست معادلات بثلاث طرق مختلفة اولا لو انا بدأت اتكلم على الف اين سي او سري اقولك تسخين بس في الهوى ببقى كده تحميص لو كلمتك على الف اين تو او كوسري ثري اتش تو او نفس الكلام برضو هيبقى هنا كده اللي اتنين بولا ايه تحمس يبقى تحمس الصدريت تحمس اللومونيت بيعطي هيماتايت او اكسيد حديد ثلاثي طيب الطريقتين التانيين اكسادة بتاكسد الاف اي او او بتاكسد الاف اي تو او اللي هي اكسادة الاكسيدين الاقل الطريقة التالتة بتبقى انحلال انحلال الاف اي السوفور وانحلال الاف اي تو الاف اي ويتش باي سري انحلالها هيدروكسيد حديد ثلاثي وانحلال كابرتات حديد ثلاثي كده احضرنا الهيماتايت طيب طروبة تفاعلات الحديد او اكسيد الحديد السلاسي اهم تلات تفاعلات بتاع اختزال هتختزل عند اعلى من سبعمية هياطي لك الاف اي هتختزل عند من ربعمية لسبعمية بالسي او او الاتش تو هياطي لك اف اي او 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 اكسيد حديد ثلاثي هتختزل عند من متين وتلاتين لتلتمية هياطي لك الاف اي سري او فور يبقى هنا كده ناتج اختزال الهيماتايت يتوقف على درجة اللي هي الحرارة طيب لسه في تفاعل اي و لسه في تفاعل هنفاعل مع ال اتش تو اس او فور مخفف او مركز امسر او مركز تبليه ده ما بتفاعل مع المخفف هتقول لا يتفاعل مع ال احماض المخففة ليه هتقول لي لانه كلما زاد عدد اكسل الفلز اللي حصل قلت الصفة القاعدية واحتاجة الى حمض مركز لكي يتفاعل معه طيب لما يجي يتفاعل بقى مع المركز ايه اللي هيحصل لما يتفاعل مع المركز هيعطي لنا كابريتات حديد سلاسية لانه هو سلاسي ومي وده كده كان المخطط التاني عزين بقى نروح للمخطط التالت المخطط التالت سهل جدا وهو مخطط الف اي او اكسيد الحديد السنئي عاوزين نحضر اكسيد الحديد السنئي هاتوا من الاكسيد الاعلى بالاختزال يعني هتجيبه من الف اي تو او سري وهتجيبه من الف اي سري او فور بالاختزال عن درجة حرارة من اربعمية سبعمية في وجود السي او او الاتش توق اللي رايحة تجيبه من الف اي سي او سري بتسخين بس بمعزل عن الهواء اللي احنا بنقول عليه تقدير اتلافي ممكن تجيبه من ملح عضو اللي هو سي او سي او او برضو بمعزل عن الهواء كده حضرنا الاف اي او طيب عاوزين بقى نفعل الاف اي او هتفعله مع اكسوجين هيطلك اي او سري هتفعله مع اي اتش او فور مخفف هيكون الناتج بتاعنا اف اي اي اس او فور زائد اتش تو او بكده يبقى احنا خلصنا المخطط بتاع الاف اي او مخطط سهل وبسيط اخر مخطط ومخطط اكسيد الحديد المعنطيس الاف اي سري او فور طبعا لما توصل للمخطط ده تبقى الدنيا بالنسبة لك سهلة ليه لان انت عرفت ان هو بتحضر من الف اي زائد الاوتو عرفت ان هو بتحضر من الف اي زائد الاتش تو او مع التسخين في الحالتين عرفت انه ممكن يتحضر من الف اي تو او سري بالاختزال عن درجة حرارة من مئتين وتراتين لتلتمية ده كده طرق التحديد التفاول بتاعه عشان هو اكسيد حديد مختلط او اكسيد حديد مركب بيتفاعل مع الاحماض المركزة وبيكون املح حديد صنائية واملح حديد ثلاثية فيكون هنا كده كبريتات حديد صنائية وكبريتات حديد اين ثلاثية ومي طيب عندك بقى اخر حاجة اللي هو بيختزل وجود السي او او الاتش تو عن درجة حرارة من ربع مية لسبع مية ويعطي لنا الف اي او او يتاكسيد مع الاكسوجين ويعطي لنا الف اي تو او سري بكده يبقى انت خلطست المخططات بتاعتك المطلوب منك ايه بطل بقى بعد ما درسنا الاربع مخططات دولا اللي هو مخطط المغناطيسي ومخطط السنائي ومخطط السلاسي ومخطط الحديد لجمع الاربع مخططات دول في مخطط واحد ان شاء الله الحلقة الجاية هنعمل لكم المخطط الكل لتفاعلات الحديد ونجمع فيه المعادلات كلها من التوفيق يا شباب فيما هو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة